السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن الخليفة عمر بن الخطاب نحن رح نتذكر أول شي نتحدثنا في الحصة السابقة عن الخليفة الأول أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب هو ثاني الخلفاء الراشدين ثاني الخلفاء الراشدين طبعا أبو بكر الصديق تولى الخلافة من 11 هجري إلى 13 هجري كانت مدة خلافته سنتين بعد وفاة الخليفة أبو بكر الصديق جاء من بعده الخليفة عمر بن الخطاب في السنة الثالثة عشر للهجرة طبعا خليفة عمر بن الخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام دعا وقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين عمر بن الخطاب وعمر بن هشام إن الرسول قال ودعا إن الله يعزي الإسلام بأحد العمرين يا إما عمرو الخطاب أو عمرو بن هشام اللي بدي تعرفوا إن عمرو بن هشام أطلق هو نفسه أبو جهل سمى الرسول عليه الصلاة والسلام بأبو جهل أول شي بنا نحكي عن نسبه هو عمرو بن الخطاب بن نفايل القرشي أين ولد؟ ولده بمكة ولده بمكة بعد عام الفيل بثلاث عشر سنة هل نحكي عن إسلامه طبعا عمرو بن الخطاب قبل أن يعلن إسلامه كان من أشد الناس عداوة للإسلام كان من أشد الناس عداوة للإسلام طبعا هو كيف دخل في الدين الإسلامي؟ كان راح على بيت أخته فمن وراء الباب سمع زوج أخته سعيد بن زيد وهو يطلو القرآن الكريم بعد سماعه القرآن الكريم شرح الله صدره للإسلام بعدها دخل قلبه للإيمان بعدها راح للرسول عليه الصلاة والسلام طبعا الرسول كان في دار الأرقم بن أبي الأرقم وأعلن للرسول إسلام وشو حكى للرسول؟ ألسنا على الحق؟ الرسول حكى له بلى عليه الصلاة والسلام فحكى عمر بعديها أنه ليش إحنا خايفين من القريش بما أنه إحنا على حق فحكى والذي بعثك بالحق لنخرجنا أنه حلف بالله أنه يخرج أمام قريش فخرجوا صفين الصف الأول كان على رأسه عمر بن الخطاب والصف الثاني كان على رأسه حمزة بن عبد المطلب طبعا راحوا دخلوا البيت الحرام وبعدها أعلن إسلامه طبعا قريش كانت تخاف من عمر الخطاب بسبب شجاعته ولم تصبه بأي أذى طبعا إسلامه كان في السنة أهم شي تعرفوا لي إسلامه كان في السنة السادسة من البعثة ثاني شي بنحكي عن كنيتو بنحكي عن كنيتو الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق عليه لقب الفاروق أطلق عليه لقب الفاروق علل لماذا أطلق الرسول عليه الصلاة والسلام لقب الفاروق لأنه فرق ما بين الحق والباطل إذن فرق ما بين الحق والباطل في عنا موقف بالدل على شجاعة الخليفة عمرو الخطاب انه لما اراد الهجرة الى المدينة المنورة الى يسرب مع الرسول اعلن امام قريش انه مهاجر طبعا ولا واحد من المشركين استطاع ان يمنعه خلينا نحكي كيف اتولى الخليفة عمرو الخطاب الخلافة طبعا بعد ما مرض ابو بكر الصديق خاف انه بعد وفاته ان يصور في خلافات بين المسلمين على امر الخلافة فصار نظر في اصحابه حتى يختار واحد من اصحابه حتى يكون خليفة من بعده طبعا صار يدور على شخص من اصحابه يكون فيه صفات اللي هي يكون شديد من غير عنف وليا في غير ضعف فلما نظر في اصحابه وجد انه عمرو الخطاب تتوفر فيه هاي الصفات بعد ما شاف انه هاي الصفات توفر في الخليفة عمرو الخطاب استشار اصحابه استشار اصحابه طبعا جميعهم اجمعوا على انه يتولى عمرو الخطاب الخلافة بعد ابو بكر الصديق وبعدها سمي بامير المؤمنين وصعد للمنبر وخطب في الناس حتى يوضح سياسته في الحكم ثالث شي بنا نحكي عن اعماله من اهم الاعمال اللي قام فيها الخليفة عمرو الخطاب لما تولى الخلافة اول شي وضع التقويم الهجري اول شي وضع التقويم الهجري طبعا اتخذ الخليفة عمرو الخطاب هجرة الرسول من مكة للمدينة بداية التقويم الهجري وخلينا نتذكر مع بعض بداية التاريخ الميلادي كان عنده مولد سيدنا عيسى اذا بداية التقويم الهجري لما هاجر الرسول من مكة للمدينة والتاريخ الميلادي عنده مولد سيدنا عيسى ثاني عمل اللي هو انشاء المدن الاسلامية اللي هي الامصار لما طبعا اتسعت رقلة البلاد الاسلامية نتيجة الفتحات الاسلامية المسلمين شافوا انهم بحاجة لمراكز يستقر فيها الجند شافوا المسلمين انهم بحاجة لمراكز يستقر فيها الجند بعدها اجل خليفة عمرو الخطاب امر من القادة المسلمين انهم ينشؤوا مدن جديدة في البلاد المفتوحة ما هي نفسها الامصار اذا ما هي الامصار هي مدن جديدة في البلاد المفتوحة طيب هلأ برأيك ليش عمر بن الخطاب أمر بإنشاء مدن جديدة في البلاد المفتوحة؟ إذن لتكون معسكرات لهم يرجعون إليها مثل البصرة والكوفة والفستات ثالث عمل قام في الخليفة عمر بن الخطاب إنشاء الدواوين طبعا بعد ما توسعت الفتوحات الإسلامية زادت عنا موارد بيت مال المسلمين وثاني شي توسعت الجند فصار في حاجة إنه هدول الجند بدهم راتب حتى ينفقوا على عائلهم على عائلاتهم فشاف عمر بن الخطاب إنه المفروض ينظم هاي الأمور في سجلات حتى يوزحها على المسلمين فهون قام الخليفة بأول تنظيم إداري في الإسلام أطلق عليه هذا أول تنظيم إداري أطلق عليه اسم الديوان فأسس ديوانين أول ديوان ليهو ديوان الجند ثاني ديوان ديوان الخراج شو الهدف من ديوان الجند من تأسيس ديوان الجند اللي هو تسجيل أسماء الجند وأسرهم منين تقدير مقدار الرواتب المخصصة لهم طبعا ديوان الجند مثل هو هلأ عندنا الدائرة المالية في الجيش العربي ثاني شي ديوان الخراج ديوان الخراج كان معني بالضريبة اللي بتوخذها الدولة من ناتج الأرض يعني اللي عندهم أراضي الناتج اللي بطلع من هاي الأرض بتفعوا عليه ضريبة للدولة رابع عمل كان فيه إنشاء نظام الحسبة الهدف من إنشاء نظام الحسبة حتى يشرف على عمليات البيع والشراء في الأسواق طبعا الرسول على أيامه هو نفسه كان يشرف على عمليات البيع والشراء في الأسواق خامس إشي استحداث نظام الشرطة اللي هو العسس استحداث نظام الشرطة شو الهدف من استحداث نظام الشرطة حتى أول شي لمتابعة أمور المسلمين والطمئنان على أحوالهم ثاني إشي لأجل نشر الأمن والاستقرار طبعا هذور الشرطة كانوا بتجولوا بالليل حتى يتفقدوا أحوال الناس آخر شي في عنا موقف هون بيدل على عدل الخليفة عمر بن الخطاب إنه جاء كان في عنا عمرو بن العاص والي على مصر في زمن خليفة عمر بن الخطاب فإبن عمرو بن العاص في أثناء اشتراكه لسباخ للخيل اشتكى منه غلام حتى إذن اشتكى منه والد الغلام لأنه ابن عمر بن العاص ضربه فلما عرف خليفة عمر بن الخطاب طلب لعمرو بن العاص إنه يجيوا معه ابنه بعدها حضر عمرو بن العاص مع ابنه فطلب للغلام إنه ياخذ حقه من ابن عمرو بن العاص وحكاله متى استعبدته من الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا فهذا الموقف بدل على عدل الخليفة عمر بن الخطاب آخر شي بالنسبة للأسئلة عندك سؤال 2 على الدفتر وسؤال 3 على الكتاب يعطيكم العافية